ولمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا من الجزائر مصطفى بوشادي المحامي والناشط السياسي يعني أكثر من مئة مصاب ونحو مئتي معتقل في احتجاجات الجزائر برأيك إلى أي مؤشر يمكن أن يحدد مسار هذه الاحتجاجات وكيف نتحدث عن هذه السابقة لأول مرة في مظاهرات الجزائر أولا هذه الأحداث المؤسفة لم تكن خلال المظاهرات السلمية التي خرجها الجزائريات والجزائريون وإنما كانت بعد المظاهرة ولست أدري لا يمكن أن أتهم أي طرف ولكن يمكن أن تكون هذه بفعل والطاجية إحدى عصب النظام السياسي لكي للقول أو للزج أو للحديث على أن المظاهرات ليست سلمية هذا حدث الأسبوع الماضي بعد انتحاء المظاهرات السلمية واليوم بارحة كذلك حدث بنفس الطريقة إذن هي ليست من المتظاهرين وإنما هل هم بلطجية قام بتوظيفهم النظام لإعطاء طبيعة أخرى للمظاهرات السلمية وربما للتحجج بأي تدخل في هذه المظاهرات السلمية لكن لا أعتقد بأن الجزائريين والعالم كله يشهد وفي جميع المدن الجزائرية أن المظاهرات كانت سلمية أنا شخصيا بعد المظاهرات يوم 22 فبراير ويوم أول مارس انتقلت إلى شرق الوطن إلى عاصمة الشرق الجزائري مدينة عنابة وكان هناك أكثر من مئتين ألف متظاهر ولم تحدث أي مناوشة أو أي عنف خلال المظاهرات طيب ماذا تتوقع من المتظاهرين أن يقوموا به بعد هذا الأمر وهو اعتقال ربما مئتين في احتجاجات الجزائر ما الذي سيقوم به المتظاهرين لإثبات أن ما يقومون به هو عمل سلمي محض لما أسمع سؤالك العفو كنت سألتك حتى يثبت المتظاهرين أن مظاهراتهم سلمية محض ما الذي تتوقع أن يقوموا به أعتقد بأن يجب أن يكونوا حذرين أكثر لماذا هذه صورتهم السلمية وأي عنف قد يؤدي إلى إفتال هذه المظاهرات أنا متأكد بأن المتظاهرين والذين يشرفون على هذه المظاهرات من الشباب سيتخذون الحذر اللازم لكي تبقى هذه المظاهرات السلمية ولكن أكثر من ذلك أعتقد بأن الشرطة ومصالح الأمن كذلك لها مسؤولية لأن هذه العنف لا يحدث خلال المظاهرة يحدث من طرف بعض العصابات أو البلطجية بعد انتهاء المحاضرة والعفو المظاهرة وإنما يكون في أماكن بعيدة قليلا عن هذه المظاهرة أعتقد بأن بالنسبة لكل ولايات الوطن وكل مدن الوطن التي تسمت هذه المظاهرات بالسلمية هذه المناوشات القليلة التي حدثت البارحة مساء بالعاصمة لا يمكن أن تنزع عنها فكرة سلمية ما هو المنحنة القادم بالنسبة لمظاهرات الجزائر في ظل هذا التصعيد بغض النظر عمن قام بهذه الاشتباكات مع الشرطة الجزائرية ومن قام بالاعتقال ما هو المنحنة الجديد بعد هذا التطور تحديدا أعتقادي بأن رسالة الجزائريين لبوتفليقة ومحيطه واضحة جدا لا يمكنكم الاستمرار في تقديم مرشح مريض لا يمارس مهامه منذ أكثر من ست سنوات لم يخاطب اشتعب الجزائري لا أعتقد أن لديه القدرة على الكتابة أو القراءة هذا يعني ترشيح هذا الرئيس كان نوع من الاستفزاز لشعب الجزائري وكان هناك إحساس بالإعانة بين شعوب العالم كيف تجروا أن يقدموا رجل مريض لم يخاطب الجزائريين خلال ست سنوات هل الآن طبعا هذه وسبة هذه هبة سلمية نقول بأن ما هي التطورات المستقبلية نعم أستاذ أعتقد لا يمكن أن هناك انتخابات الجزائريين واضحين اتضحت وجهة نظرك واتضحت أيضا الرؤية شكرا جزيلا لك الأستاذ بصفى بوشادي المحامي والناشط السياسي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك